وعلى هامش أعمال القمة الخامسة والثلاثين لرابط الدول جنوب شرق أسيا الأسيان المنعقدة في بانكوك اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور فيفيان بلا كريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة وخلال الاجتماع أشاد معالي وزير الخارجية بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة وما تتسم به من تميز وحرص مشترك على توثيق التعاون القائم وتبادل الخبرات في شتى المجالات وخاصة في مجال تدريب الدبلوماسيين مؤكدا معالي على همية استمرار التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز العلاقات والمضي بها إلى أفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلادين والشعبين الصديقين من جانبه أكد معالي الدكتور فيفيان بلا كريشنان اعتزاز جمهورية سنغافورة بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مملكة البحرين منوها بدور مملكة البحرين في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة هذا وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر